يرى الكثير من النقاد أن هناك تدنياً في المستوى العام للأدب العربي، فالثقافة العربية المعاصرة بيئة غير مؤاتية للإبداع ولا تشجع الأديب ولا ترعاه، فلا توجد جهات تعنا بالإنتاج الأدبي والفكري مثل نوبل أو البوليترز أو مام بوكر العالمية، حتى أصبح هناك تصور عام بضحالة القيمة وضعف الرؤية لدى كتاب العرب، وينطلق هذا الضعف من عدة أسباب أهمها استبداد السلطات التي تحكم البلاد العربية، فمعظم مؤسساتها الثقافية لديها حساسية من الإبداع الأدبي خاصة إذا كان يهتم بالقضايا العامة، وكثير من الحكومات العربية تنظر إلى الأدباء بتوجس وتتعامل معهم من منظور رقابي وأمني، أو أنها تحاول ضمهم إلى صفها عبر الترغيب والترهيب، لذلك يمر الأدب العربي بأزمة مستمرة منذ عقود وضعف وندرة في الإنتاج والإبداع، فالأجيال الناشئة تعزف عن الكتابة والإنتاج الأدبي، وأحال النقاد ذلك إلى أسباب تعليمية واقتصادية، كما يوجد فجوة وبعد في المسافة بين طبقة الشباب والنخبة التي غربت نفسها عن المجتمع وجلست في الأبراج العاجية، وأيضاً هناك ضعف في الاهتمام باللغة العربية الفصحى، وطغيان اللهجات العامية بين الشعوب العربية، ومن الإشكاليات التي يواجهها الأديب العربي تأثره بحركة الأدب العالمي الشرقي والغربي، الذي يعكس بعضه العقيدة والآجيولوجية وأفكاراً وعادات مختلفة، وما فيه من دعوات سافرة للإلحاد والعبث والمجون لا تتوافق مع الفطرة السلمية العربية، فالأدب كما فسره البعض هو تعبير رائع ممتع عن النفس والحياة، يتميز بالأصالة والصدق، تعبير عن التجارب الإنسانية في شكل فني متعارف عليه، سواء أكان هذا الشكل قصة أو قصيدة أو مسرحية أو قطعة موسيقى، وحتى ينهض الأدب العربي لا بد من موازنة بين الموروث والمستحدث، وأن يستجيب لما يضطرم في وجدان الأمة، ويسهم في توجيه جثماعي إيجابي يعبر عما في نفوس الناس من آلام وآمال.